بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجلي البشير بركاته يكون معنا أمين في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب اسمعوا مثلا آخر غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وأجره لبعض الكرمين ثم سافر فلما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذوا ثمره فأمسك الكرمون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر فأرسل أيضا عبيدًا أكثر عددًا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك فأرسل إليهم ابنه أخر الأمر وقال سيخافوا من ابني فلما رأى الكرمون الإبن قال بعضهم لبعض هو ذا الوارث هلما نقتله ونأخذ ميراثه فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرمين عند عودته قالوا له يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك ويؤجر الكرم لكرمين أخرين يؤدون إليه الثمر في وقته قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذله البنؤون هو الذي صار رأس الزاوية ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمر حقا مش عارف لو بتفكروا إنه إنجيل النهاردة في صعوبات معانا تقولوا إحنا بقى بند ثمر ولا ما بنديش ربنا هيعمل معانا إيه إحنا إيه السمر اللي اديناه وتقعدوا بقى تبكتوا في نفسكم طول الوقت مش كده؟ بعد يفكر كده لكن الإنجيل مش كده خالص محتاجين نشوف يسوع عايز يقول لنا إيه في الإنجيل قال إنجيل النهاردة خبر مفرح الإنجيل دايما خبر مفرح إيه الخبر المفرح اللي موجود في الإنجيل؟ فاهم العرب بتاعي يا ولد أنت اللي هناك؟ فاهم ولا مش فاهم؟ لا لا الولد اللي قدامك لو مش فاهم نعملك ترجمة يعني ما فيش مشاكل فاهم زي أبوك يعني الحمد لله فإذن الخبر المفرح الموجود النهاردة إيه؟ مش هقوله لكم على طول بس اسمعوني كويس أول نقطة هكلمة على نقطتين نمرة واحد قال لك عنده كرمة وعمل لها إيه؟ صور سياج صورها لما بنحط الصور حوالين البيت سؤال فايدته إيه؟ البيت بتاعك فيه صور؟ ولا بيتك ما فيهوش صور؟ فيه صور؟ ليه؟ ليه بنحط الصور؟ ميني جوابني؟ أيها حبيبي عشان ما حدش يدخل انت خاف من الناس اللي تدخل دي مشكلتك طيب وبعدين إيه؟ فايدة الصور حماية من إيه؟ حرمية والوحوش لو ساكنين في الغابة زي بعض الناس الغزلان تخش عليكم يبقى أول حاجة فايدة للصور حماية تاني حاجة بتعمل إيه؟ إيه؟ معنى أن نحط صور؟ بتحط لك إيه؟ أيوة بتحط لك حدود المرة دي انت نجحت أول مرة إذن الصور فايدته حاكتين بروتكسيا حماية نمرة اتنين حدود طيب أنا أسألك في حياتك في حدود اليد ربنا بيحطها لك في حياتك إيه هي؟ إيه؟ وليه؟ في حياتك في بروتكسيا مين بيحميك؟ جوزك؟ مين بيحميك؟ مرتك؟ مين بيحميك؟ بحساب في البنك؟ مين بيحميك؟ أبوك اللي بيحميك؟ ولا أمك؟ مين بيحميك؟ مهمة عوية نفكر مين اللي بيعمل لي حماية؟ لو البنت دي أمها وغيرها كده ما تحميهاش شوف بقى توصل لإيه لو البنت دي ما عندهاش حدود في حياتها وأمها تسهر وتقول لها لا 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 شوفها أحصل إيه لو حضرتك قلت آه لمراتك وتجوزتها لازم عشان تحمي آه ده تحط مليون لأ لكل واحدة تانية ولا إيه رأيك؟ يقول لك آه ويقول للتانين آه إيه رأيك في الموضوع؟ ولا لازم يقول لأ لكل واحدة تانية كل آه لابد أن يصحبها ميت لأ عشان تحميها يعني لما بقيبك يقول لك لأ على حاجة لازم تفكر وتشوف ده اللي حمايتي بيحطيلي حدود ليه؟ لو أنا عملت اللي في دماغي أنا هاوصل لفين؟ لازم نسأل السؤال ده عشان ننضج كويس فاهم؟ فإذا في حدود في حياتك بوجود جوزك ده حماية بوجود عيالك ده حماية اللي ميت تخدم في إيه؟ إيه الحدود اللي ربنا حطتها في حياتك؟ مش هتصحة أقل؟ إيه الحدود؟ ولا ما عندكش حدود تقعد قدام الموبايل بالساعات يا حبيبي وتشوف اللي تشوفه ومحدش يحط لك حدود على الموبايل ولا برنامج يقول لك لأ لللي انت عايزه فلو ما فيش حدود بتروح بدماغك لأبعد الحدود وتعمل اللي انت عايزه إذن الحدود بتساعدك عشان تقول لك لأ في حاجات الموبايل آه إنما ساعات مع الموبايل لأ عايز تفهم لأ ليه ابتضي طيع للأ عشان تفهم لأ ليه لأ أنا عايز أفهم قبل ما أعمل ده اللي انت تقول لأمك على طول أنت يا بنتي اللي هناك فهمين الأول ونعمل غلطانة ولو أمك تقعد تفهمك غلطانة دبل اعملي وحاتفهمي ما تتحكي ما تتحكي ما دي الحقيقة لا إحنا بنحط العقل قبل أي حاجة لازم عقلي يفهم عشان تطيع الشرط في حاجات بتفهمها متأخر بعدين لو ديت ثقة في أبوك أو أمك اللي بيتقول لك اعمل حاجة وانت مديهم ثقة هتفهم بعدين هم قالوا لك كده ليه آه ليه ولأ ليه التربية اللي بتعملوها غير كده مش هتنفع لأنه لو ربيت العيل وإعلاقتك بمرأتك تفهم كل حاجة وإعلاقتك بجولة تفهم كل حاجة وبعدين يعمل حيجي عند ربنا يقول له فهمني عشان أطيعك لأنه خلاص هو كبر في كده إنما ربنا ما نقدرش نحط كله بالفهم في مخينا وبعدين نعمل ربنا نطيعه حنفهم نطيع كلامه ونبتدي نعمل حنفهم وإحنا بنعمل لا تسرق أقعد بقى أشرح لي ما هي فوائد السرقة وما هي غدم فوائد السرقة وما هي المميزات وما هي العيوب وما هو مش عارف إيه عشان ما سرقش لأ طيع وأنت هتفهم ما تمدش إيدك لخرمش بتاعك وتاخده في السر طيع الأول هتفهم فإذا ربنا بيحط لنا حدود لا من خلال بابا وماما من خلال مراتك من خلال جوزك من خلال تاريخ الحدود دي مهمة قوي لازم أفكر ربنا بيقول لي إيه من خلال الحدود اللي موجودة في حياتي ومن خلال الناس اللي موجودة في حياتي وبتعمل لي بروتكسيا بتحميني إيه الهدف منها دي أول حاجة أتمنى نكون فاهمين بعض أنا عايزكم بس تفكروا معايا كبرت في السن وسنانك بتقع ليه يا أختي طب ما كان أحسن أنا بصحتي وكنت شابة وزي الفل لا مش أحسن دلوقتي من غير سنان وعجوزة ومخك شوية بينسى لازم نفهم الحدود دي ليه ربنا بيحطها في حياتنا اللي بيسمح بيها ليه مش يمكن عايزك تكون صغيرة كده ولطيفة زي البيبي يسبوك كده تحسي أنك طفلة معاهم مش يمكن ده مهم ولا أنت عايزة تفضل كبيرة بقى والدنيا كلها بتاعتك والعيال تطيعك زي يوم ما كنت زمان شابة والعيال تسمع كلامك تخاف وتعمل اللي أنت عايزاه مش كده دلوقتي ربنا عايز يخليك صغيرة ضعيفة عشان تبقي بيبي عشان يقولك إن لم تعودك الأطفال لن تدخلي ملكوت السماء أنت عايزة بقى تمشي حياتك وتركبه على الحصان وتجري هو تاخد الحصان في وشي كنت تكتع الله. لا يا حبيب ولا حصان ولا أحمر ولا حتى قطة. ماذا لنا عملية كده? الحدود الصور ليه في حياتي? ده سؤال هسيبه لكم. النقطة التانية اللي عايزين نفكر فيها مع بعض في الانجيل. نقطة مهمة قوي. انا مش هشرح الانجيل لانه انتو عارفينه وسمعتوه شرحت لكم كذا مرة. لكن هركز على كلمة. لما الكرامين شافوا الابن جاي. بعد ما بعد كل الخدم والانبياء وغيره. قال لك ابعث الابن. عشان يمكن يخافوا منه. ويدوني. سمر. الشغل. ده ارضي. ده كرميتي. ما يدوش ابدا. طيب. هبعت ابني. شافوه. قالوا ايه? هو زا الوارس. نعمل مع ايه? فلنقتله. نموته. وناخد ميراسه. هنقف على نقطة دي. مين الوارس? مين الوارس يا شاب? ها? يسوع الوارس. السؤال الثاني. ايه المراس بتاع يسوع? ايه اللي ورسمنا ابوه؟. حلقة بدية. ايه مسؤول الشباب. ايه المراس اللي خدناه من الاب من خلال يسوع. ايه مسؤول الكرال. ايه يا اورجانيست. من تاني. الها سمعتها. متشكرين. ايه اللي ورسناه من يسوع? يسوع الصليب. وايه اللي ورسناه من يسوع? خلاص. ايه تاني. محبة. ايه تاني. بنوه. ايه تاني? الحكمة. هو الكنتابلة هيقول لنا. ها? ايه اللي يسوع اداه على الصليب? اخر حاجة عملها? يا روح يا انت. روح القدس. اللي هو ايه? العلاقة الكاملة اللي بينه وبين الاب. ايه اللي بين الابن والاب? الروح القدس. ايه نوع العلاقة بين الاتنين? محبة. اللي هي جاء منين? من وجود هذا الروح. الاقنوم التالت. اللي بين الاب والابن روح. فمراس الابن من الاب ايه? كله. كيننته. جوهره. ظهر في الابن. الابن على الصليب. بيقول له فيها دايك استودع روحي. وهذا الروح ارسله مراس. بس هل اللي قتلوه? كانوا قصدين كده? لا. اللي قتلوا الوارس خارج الكرن. كان عايزين المراس. ايه المراس? كان ايه اللي بيهددهم فيه? شعب والسلطة على شعب. يسوع لما كان بيتكلم كان ليه سلطان. فبيسأله من اين لك هذا السلطان? مش رفنا الانجيل ده من فترة. مش هرجع اشراحه تاني. هنا بيكلم مين يسوع? لو خدتوا بالكم? في ذلك الزمان قال يسوع للاحبار كان فيه اتنين. والشيخ الشعب. شرحتها لكم المرة الفاتة. كلمة الرؤساء. ايه خفهم الرؤساء? الشعب. ده اللي احنا عندنا سلطة عليه. وهو جاي بكلامه. ياخد مننا الشعب. طب واحنا سلطتنا تروح فين? نقتله. وناخد المراس. اللي هو الكرمة. اللي هو الشعب. ده قصدهم. ده خطياتهم. ودي خطياتي انا وانت. انا بقتل يسوع في حياتي. او لا لا. يا مدام. او لا لا. ها? بتقتلي? انت بتقتلي. انت بتقتلي يسوع? لا يا شيخ حرام. انت عمرك ما تعمل كده. انت بتعملي كده? بتقتلي يسوع? طيب ايوة قوليها ايوة كده بصوت عالي كده. كلنا. طب واستاد فعلنا ده. بيعمل معنا ايه? بدينا مراسه لو امننا بيه. لو قبلنا حدودنا. ان احنا ضعفة وخطاة. وما كنعمة لينا. مش باستحققنا. مش لما تقعد في البيت وتصلي سبعين ساعة في الاسبوع. ومش لما تيجي تحط لي سبعين شامعة. كل ده مش هيفيدك. ايه اللي هيفيدك? تختبر حدودك. وتقف مكانك. وتشوف انت مين? وتقوله انا ما استحقش حاجة. دي الحقيقة. انا كل اللي استحقه السجن وجهنم قليل عليا. ولما تقوله كده ودي حقيقة انت حاسس بيها وشايفها. مش تقعد تقولي انا صليت. انا عملت. انا صمت. انا اتبرعت. وربنا ما ادنيش اللي انا بطلبه. مش حدي لي. شفك نفسك عملت تعمل حاجات حلوة. لا يا حبيبي. مش بحاجاتك الحلوة اللي بتعملها. ربنا يدي لك السنة. ما ليه? بمعرفتك انت مين? وقادر تعمل ايه? لو عرفت الحقيقة دي. هتقولي يا رب انا ما بعرفش هعمل حاجة الا ان موتك. لان اخونك. كم مرة في اليوم يا رب عايزة بقى كويس واعمل بس شوية صلاة ربع ساعة. ولاقي الكسل واخدني. اقولي عايزة اعمل السبحة. ولاقت بتاديتها التاوب ومش قادر. عايزة اجي اصلي ومش عايز. يا رب كم مرة عايزة اعمل حاجة كويس. عايزة اقول ما فكرش في الحاجات اللي بشوفها في الموبايل. وابطل. ومش قادر. يا رب انت شايف انا مين? انت شايف انا ايه? انت شايف ضعفي. ارحمني. عارف لما تقف في الحقيقة دي. وتقع كده خمس دقائق في الصدق مع نفسك. يا ربني يعمل ايه? يديك مراسك. تقول له كده. يديني مراسي. قولك حبيب ادهولك. مش عشان انت تستحق. ولا عشان انت شاطر. ولكن اديهولك عشان انا بحبك زي ما انت. ويديك مراسك. اديك الروح الادس. ده الخير الحقيقي. اللي ربنا عايز يديهولك. مش شوية فلوس. مش شوية بيوت. مش شوية عربيات. ده كله ده كلام فارغ. ده ده بكشيش. لكن حقك. يا راجل حقك. مش البكشيش. حقك. هي طبيعة الله فيك. ايه طبيعة الله دي? يا الحب. هي كده. ده حقك. فربنا بيستفيد من غلطتك. ومن خطيتك. ومن خطيتي. ومن ضعفي. لما قف بالتضاع قدام. واقمن بي. اقمن بي. اقمن بي. يديني حقي. تصور. لازم تدفع عشان تاخد حق. لكن يسوع ما يدفعكش ولا حدا. يسوع يدي مجانا. ببلاش. عشان بيحبك. فاللي هما فكروا فيه شر قاله الوارث. نقتله وناخد ميراسه. ربنا استفاد بالغلطة دي. وعمل. اظهر جوهره. اظهر ما هو كيننته. هو محبة للخاطئ وللعدو وللي بيعمله الشر. دي طبيعة الله. فعايز اديك هذه الطبيعة. لو انت في مكانك بتؤمن بي. تقول لرب انا ما اقدرش. انا ضعيف. انا ما اقدرش احب زي ما انت بتحب. اديني طبيعتك. انا مش هشتريك باعمالي الصالحة يا رب. انا معرفش. ادينا تحط مكاني واخد روحك عشان احب زي ما انت بتحب. هو زي الوارث فلنقتله. ونأخذ الميراس. ربنا عملها بالعكس بقى. قالك انت عملت الخاطئة دي. طيب. انت مستني عقبك. فراح هو مدك طبيعته. لو امنت بي. لو فهمت انت عملت ايه. فهم النقطة ولا انا مش واضح. انا واضح. مش قوي. محتاجة وقت. هشرح لكم مرة تانية. بس موافقين عليها. مين فهم؟ مين موافق معايا؟ حتم؟ يبقى خلاص كل الناس فهمت. انا ليش ماشاك. امين؟